أعلنت نيوم عن توقيع اتفاقية مع شركة ساس سلم هيلب لإنشاء مجمع مصانع لخلط وإنتاج الخرسانة الخضراء الجاهزة بتكلفة تصل إلى 700 مليون ريال وسيضم المجمع عددا من المصانع المتخصصة والمصممة لدعم عمليات البناء في ذلاين المدينة الإدراكية التي يجري تطويرها حاليا في نيوم ومن المقرر أن يباشر المجمع الجديد عملياته خلال الشهر المقبل على أن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية خلال 2025 بما يوفر أكثر من 500 وظيفة محلية جديدة